السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو ابنك بتتفرج على التيك توك او اسرتك بتتفرج على التيك توك ومش عايز اصر ليوم فيديو مش كويس او عايز تحدد وقت المشاهدة بتاعي التيك توك يبقى تابع معايا هنفتح الملف الشخصي على التيك توك زي اللي قدامنا دا هنضغط على التلس شرط اللي على الشمال الفوق دول هنزل تحت شوية هنضغط على الرفاهية الرقمية هنزل لنا اختيارين هنستخدم الاتنين بس هنبدأ بواحد واحد الاول هنبدأ باول اختيار وهو ادارة وقت الشاشة هنضغط عليه وده من خلاله بنحدد وقت المشاهدة المسموح بيها على التيك توك وبعد الوقت ده هيتطلب مني اللي بيستخدم التيك توك كلمة مرور عشان يقدر يفتح التيك توك ويتفرج على الفيديوهات التانية وعشان تحدد الوقت ده هنضغط على حدد الحد الزمني هنضغط عليها هيظل لنا اربع اختيارات وهي اربعين دقيقة او ستين دقيقة او تسعين دقيقة او مئة وعشرين هتختار المدة اللي انت عايزها وبعد كده هنرجع تاني وهنضغط على تشغيل هيتطلب تعيين رمز المرور تقدر تختار اربع رقام اللي انت عايزها برحطة خالص ناس انا هختار اربعة صفار انت ده رتختار الرقم اللي انت عايزه بعد كده هضغط على التالي هيتطلب منك تأكيد رمز المرور تكتب رمز المرور اللي انت دخلته وبعد كده التالي وبكده انت فعلت ادارة وقت الشاشة بنجاح عايز توقفها تقدر توقفها تاني عايز تغير رمز المرور تقدر تغيره من الزرار تغير رمز المرور هنرجع تاني كده احنا خلصنا اول اختيار وادارة وقت الشاشة هنيجي بقى لتاني اختيار هندغط عليها ومن خلال الرضع ده بيقل الزهور فيديوهات غير لائقة او مش مناسبة ليه والاسرته فهنفعلها وندغط عليها تشغيله هيتلب مننا رمز المرور ده رمز المرور نفس اللي احنا دخلناه فيه ادارة وقت الشاشة فهنضغط نفس رمز المرور كده تم تمكين وضع تقييد طيب لو انت زهر لك فيديو مش كويس وانت نفعل برضو الوضع ده هنجيب اي فيديو هتضغط عليه ضغطة مستمرة على الشاشة لحد ما يزهل لك القائمة اللي قدامك دي تقدر تختار غير مهتم ده لو انت مش مهتم منك تشوف فيديوهات من النوع ده او تضغط ابلاغ عشان تبلغ على الفيديو ده لو شايفه مش كويس دي قناة على اليوتيوب عايزك تخش عندي وتشارك في القناة عشان تتابعني وتشوف فيديوهاتي اللي قاية مع السلامة